تحت رعاية اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الفخرين للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة أقيم سباق خالد بن حمد الخيري للجري الأول للمعاقين الذي نظمه الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعباً أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخرين للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة أشهد بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة للتحضير والإعداد لهذا السباق الذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكة والذي يهدف لتعزيز دمج ذوي العزيمة بالرياضة لأسيما رياضة الجري التي تعتبر من الألعاب الرياضية التي تمارس بشكل نومي من قبل الجميع على مختلف الأعمار وبخاصة الشباب وأعرب سموه عن سعادته الكبيرة بما حظ به هذا السباق من مشاركة وسعة من قبل ذوي العزيمة الذي حرصوا على التواجد وخوض غمار هذه المنافسة التي تمنحهم الفرصة نحو بلوغي الهدف المنشود مؤكدا سموه أن ما شهده هذا السباق من حماس وقوة وإثارة وإصرار من قبل المشاركين برهن للجميع أن هذه الفئة المميزة تمتلك مقومات وقدارات تمكن من خلالها من اجتياز حجز الإعاقة وقال سمو الشيخ خالد بن حماد الخليفة لدينا المزيد من المبادرات الموجهة للشباب بجميع فئاته لسيما ذوي العزيمة والتي نهدف من خلالها لمواصلة لهجنا برعاية ودعم هذه الفئة والتي تصب في تحقيق المصلحة العامة وإدماجهم بالمجتمع مؤكدا سموه دعمه ومساندته لذوي العزيمة بما يسهم في تنفيذ وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام وتهيئة الأجواء المناسبة لهم ليكونوا قادرين على الاندماج والمشاركة في بناء وتنمية هذا الوطن وقد هنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى في السباق متمنيا سموه حظا أوفار لبقية المشاركين في المنافسات القادمة مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود التي بذلت من قبل أعضاء اللجنة المنظمة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية التي منحت الدافع لذوي العزيمة أن يشاركوا ويتنفسوا مع بعضهم البعض وأن يقدموا للجميع دروسا حقيقية على مدى الإصرار والعزيمة التي يتحلون بها ليكونوا قادرين على المشاركة والتحدي للوصول لخط النهاية من جانبه أعرب سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإحاقة عن سعادته بما حققه سباق خالد بن حمد الخيري للجري الأول للمعاقين من نجاح وتميز بفضل رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والمشاركة الكبيرة من قبل ذوي العزيمة مؤكدا أن الاتحاد سعى لبدل قصار الجهود لإعداده والتحضير لهذا الحدث من أجل أن يخرج بالصورة المطلوبة التي تعكس تطلعات سموه لإبرازه وإنجاحه ويحقق الأهداف التي رسمها سموه لدعم ذوي العزيمة الحمد لله سباق سمو الشيخ خالد بن حمد الخيري الأول لذوي الإحاقة نشوف النباء بنجاح كبير بدمج الأشخاص من ذوي الإحاقة مع الأسوياء أخوانهم من الأسوياء عدد المشاركين ما يقارب الـ 240 متشارك شيء مميز وكبير لأول سباق وإن شاء الله أنه تتم البطولة في تصاعد وأنها تكبر سنة وراء سنة والله من شهرين قاعدنا نعدي يعني قلونا في سباق قاعدت أتمرن والحمد لله هي يوم السباق الحمد لله فستله ومركز الأول بالنسبة لي الشعور ما ينوصب لأنه مشارك بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد والحمد لله لي فخر أنه أنا أكون مركز الثالث إن شاء الله والله بالنسبة عن سمو الشيخ خالد بن حمد مغربة عليه وإن شاء الله تكرر هذه المسابقات وأحسن من هذه المسابقات والله الحمد لله يعني تجمع حلو ومنافسة قوية كوانات كاني أول مرة تكون اللي هي سباق الجربة سمو الشيخ خالد شعوري يعني لا يوصف الصراحة يعني أهم شيء كان عنديش المشاركة ما يعني كان أي مركز بس عندي أهم شيء يروح المشاركة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة